بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله هلدأ مع بعض الشابتر جديد هنتكلم على شابتر 9 شابتر 9 بيتكلم على الست operator الموضوع بسيط جدا شابتر من الشابترز الخفيفة قوي والمهمة في نفس الوقت جدا كل فترة بيتكلم على 4 operator union all intersect minus دي طبعا الرودماب زي ما احنا متعاونين احنا كلا في unit 2 واخر listen في unit 2 حانة الكورس يعني يبتدى يمشي بعد كده بشكل اسرع شوية هندخل بعد كده في dml insert delete update وبعد كده نكريت الاتباس هلعين بعد كده الموضوع الظريف قوي في نفس الوقت الشابترز نفسها سريع طيب فكرة الشابتر ده هو ايه طبعا اولا احنا ندسكرايب هي الست operator ونعرف ان الست operator بتعمل عملية combine multiple query into single query ده هو الهدف الاساسي من فكرة حاجة اسمها الست operator الست operator دي هدفه في الاول ايه ان انا قد راعمل عملية جمع ما بين اكتر من استعلام مش استعلام واستعلام فرعي لا او جناء على استعلام هجيب نتيجة استعلام تاني لا لان انا كده بجمع ما بين استعلامين تعالوا كده تعالوا او ريكي مسان الظريف قوي يفهم كل فكرة ماشية ازاي لو احنا حبينا نخصر على النتيجة دي عايز اعرف آآ رقم الموظف استعلامي جاب لي العديد بتاع الموظف واللوص سنين بتاعه والسالري وفي نفس الوقت يجيني العدد الموظفين اللي في الادارات بالكامل عدد الموظفين اللي موجودين بالكامل في الشركة وكمان يجيني اجمال المرتبة سام افسار طيب ده ده كده مشكلة كبيرة انت كده عايز تعمل جروب فانشن معاها سنجل كولم وفي احسن جروبينج في الديتا لا عادي بسيط الموظف على سهل جدا وبسيط بص يسيدي مش انت عندك استعلام اول انت مفترض تجيب منه الانبلواء دي واللوص دي موستاري يجيلك الموظف وعايز تعمل استعلام تاني يجيب لك count of employee طيب زي ما احنا شايفين كده count of employee اللي هم 107 ودصم افسير بتاعته هو ده اللي انت عايز تعمله او موظف بسيط عندك استعلامين وعايز تعمل عملية جمعة ما بين الاستعلامين يبقى هابك دي استقلم معامل بيقدر يجلي الجزئية دي يعمل لي عملية جمعة ما بين استعلامين في نفس الاستعلام او يديني نتيجة واحدة للاستعلامين في نفس الوقت طعم فبستخدم معامل الدمج اللي اسمه يونيون وهنقول ايه الفرما بين يونيون و يونيون و يونيون حالا ان شاء الله بس خلينا دلوقتي ناخد المثال انا عايزة اجمع مابلين الاستعلمين دول فاستخدم الابريتور دي زي اللي اسمها يونيون فبالفعل ده اللي حصم اللي هنا والله دول اللي للبيانات بالكامل اللي هو الانبيلو ايدي والنص ييمو السنري ولما هنزل تحت خالص كده انا عايزة اطلع الموضوع اردر بايد هقول لأردر بايد عشان يجيلي اه اخر حاجة اللي هي الاسم هقول لأردر بايد التلاتة لان التلاتة هو اللي فيه السنري بس الموضوع بسيط زي ما حانا شايفين كده لما هاجه عمل رانج هيجيب لي بيانات الموظفين باللو السنين بتاعهم بالسناري بتاعهم وفي الاخر خالص اهو قال لي ان انا آآ عندي مية وسبعة وده السمق السناري اللي متاح قدينك فانا بالفكرة عملية الدمج ما بيني الاستعلمين باستخدام اليونيون قدرت احصل على النتيجة جهة طبعا من غير المعامل اليونيون ده كنت اضطرها من الاستعلم ده الواحدة والاستعلم ده الواحدة دي فكرة بسطة جدا لفكرة موضوع الست اوبريتور طيب تعالى بقى نمشي الموضوع ايه step by step كده تعالى نتقامل ونتكلم على يعني ايه يعني ايه يعني ايه يعني ايه يعني ايه ويعني ايه يعني ايه ويعني ايه انترسكت ويعني ايه ميوس بصي شيء احنا اتفقنا خلاص ان الأربعة أوبريتور دول بيتكلموا عن عملية دمج ما بين أو عملية جمع ما بين استعلمين طيب لو أنا جيت كده دولي مرحباً نسيلكت واحد فروم ديول سيلكتري رقم واحد فروم ديول هتبري أن لا استعلم فقبل رقم واحد أو زي ما هم شايفين فبطع لعمل استعلمتين ها بنوضح الفكرة بس وهقول له سيلكت اتنين فروم ديول فهيجب لي رقم اتنين فروم ديول لو أنا حبيت عمل عملية دمج ما بين الاستعلمين دول هستخدم وعمل ليدمج ما بين الاستعلمين زي يونيون ونقدر نقول بقى دلوقتي ايه فكرة يونيون عندي بالظبط فبطي لو جيتها عمل نرى يونيون بسيقات ناس حرفي الاي فقال لي بالفعل جماع لي ما بين الاستعلمين وقال لي واحد واثنين طب كمان نشوف الميزة اللي في موضوع اليونيون دي لو أنا قلتحتي كده قلت له سيلكت واحد وفوق يسيلكت اتنين هل هيجيلي الاول اتنين وبعد كده واحد لما يعمل عملية دمج ما بين الاستعلمين على نشوف كده لا ده هو رتب كمان يعني شايفين موضوع سمارت ازاي فالله علي نتائج مترتب طيب تمام طب تعالي نقوله هنا دي اتنين ودي اتنين اعمل لي سيلكت اتنين واثنين فروم ديول وعمل لي عملية الدمج ما بين اه بصوا ده عرضي النتيجة مرة واحدة يبقى يونيون بتعمل عملية الدمج ما بين الاستعلمين بس after limit duplication يعني بتشيل التكرار اوكي طب تعالي نستخدم بدل يونيون نستخدم يونيون اول وتعالي كده نعمل run هلاقي ان يونيون اول بتجيب لي نتجة اللي استعلمين بصرف نظهر ان فيه تكرار او مفيش تكرار تعالي ناخد مثال عملي عشان خطر ايه نحس بفكرة المعاملين دول هتحيفضونا فيه انا عندي فيه تيبل هشتغل عليه المراضي اسمه تيبل اسمه job history ده ده التيبل عمتا الجوب history لو بصنا على ال data اللي فيه هلاقي ان التلتة اللي فيه عبرها التالي and the way id والstart date والend date والjob والdepartment id ده ايه قصة التيبل ده قصة التيبل ده كالتالي اللي انا عندي فيه بعض الموظفين ليهم current job وprevious job يعني اشتغلوا جمع على الشركة مثلا اشتغلوا في ادارة وتنقلوا او اترقوا زي على سبيل المسال مسلا الموظف رقمتين يعني تعالى كده نطلع نعمل الاستعلام فعلا ونطلع النتائج كده اه مترتبة فعلا كده نجوب history نسحبه ونقول له select وقول له هنا apply وسأوه بس هنا عبارة order buy order buy واحد order buy واحد بحيث ان هو اي order buy الانبيواء ادي تعالى كده الرم او order buy واحد طلاعني كده نتائج مترتبة بصوا مثلا موظف زي 101 او موظف زي 176 او موظف زي انتين الموظفين دول ليهم بيانين ان هما كانوا شغالين في وظيفة معينة وبقوا او بعد كده اترقوا او اتنقلوا وشغالين وظيفة تانية يعني هنا مثلا اي دي اسست بعد كده اي سي اكاونت ده مثلا الموظف رقمتين الموظف رقمتين او واحد كان اي سي اكاونت بعد كده بقى اي سي ما نشو طيب already الموظفين دول يعني الموظف رقمية واحد او الموظف رقمتين ليهم حاليا بيان عندنا في تيبل الامبلوي وموجود فيه ال current job يبقى ال job history دي موجود فيها ال history بتاعت الموظف ان هو دخل وظيفة وبعد كده ترقى وبعد كده ممكن اتنقل او ترقى في وظيفة تانية وهكذا لكن تبقوا الامبلوي موجود في ايه ال current job طيب افرد انت حبيت تعمل استعلم بسيط كده ويقول لك التالي انا عايز اعرف اه المسلا بيانات الموظف الامبلوي اي دي بتاعه وال job اي دي تعم الحالية والسبقة تعم وتعالى نفلتر الموضوع عشان نحس بالفرق على الموظف رقمتين تعالى كده طبعا نفتح تيبل الامبلوي ونبص مع بعض على ال data تعالى نشوف كده الموظف مثلا على سبيل المسال رقمتين الجينيفر ده الجينيفر موجود هنا حاليا في ال table الامبلوي وعلى وظيفة معينة اللي هي اي دي افسست طيب يبقى انا هنا موجود هنا بيان للموظف رقمتين على وظيفة اي دي افسست واردي كمان فيه في ال table job history موجود نفس البيان وموجود بيان تاني اللي هي الوظيفة السبقة لجينيفر طيب لو انا حبيت عمل استعلام اجمع ما بدي نستعلمين دول اشوف هو شغال حاليا ايه وكان شغال ايه اقدر اعمل الكلام ده اه طبعا اقدر اعمله باستخدام المعاملات اللي احنا بلقوا عليه تعالى كده نكتب جملة بسيطة بقوله هنا select الامبلوي ايدي وي كمان هاتلي الامبلوي ايدي الكلام ده هيكون from table الاسم والامبلوي ممكن اقول له order by او بلاش order by لان انا هنا فالتر على موظف معين الامبلوي ايدي ايكوال او ان خليها ايه من برشاف عشان نجيب الموظفين بس اللي بياناتهم القرارة يعني هنا عندي مثلا الموظف رقمية واحد ده لي بيانين اهو مية واحد و الموظف كمان رقم متين ده بيانين والموظف رقم مين تاني مية ستة وسبعين واحد سبعة ستة التلات موظفين دول بياناتهم موجودة هنا عندي في table job history طبعا موجودة في table الامبلويس اهو لو جينا هنا عملنا run للاستعلام ده هيقول لي والله ان امتين ده لي بيان هنا ed assist وده edvb وده ad rep sa rep طب تعالنا ناخد نفس الاستعلام ده بس المرة دي هخليه بدل from table employees هخليه from table job history اسم table job history تعال نشوف كتا ناتج الاستعلام او نتيجة جملة السيلكتاء اللي تحت دي والله بيقول لي ان الوظف رقمية واحد تعام تشغال وظيفتين اهو او اشتغل مر بوظيفتين وموظف 176 موظف رقمتين وموظف رقمتين مر بوظيفتين طيب حلوي يعني اه واضح اهو حتى اللي احنا الموظف اللي احنا مركزين معا اللي هو الموظف رقمتين هو هنا اه في table employees ad assist و اه في table job history ad assist و ad account تمام اهو نخليكم مركزين معايا على الموظف ده عشان نبقى مركزين بس على البيانات بتاعته اهو ال current بتاعته الموظف رقمتين دي ad assist حل طيب انا عايز اعمل عمرية الدمج ما بين الاستعلمين دول عشان نعرف ال history بتاعت الموظف والي الوضع الحالي فهستقدم هنا معامل اسمه union بصر الau interior union بتاعمل عمرية الجمعة بين الاستعلمين بس بعد ما بتزيل التقرار يعني على سبيل المثال ايه اللي انا عايز اقوله ان هي هتعرض الموظف رقمتين الوظيفة الحالية والسابقة بتاعته طعم الوظيفة اللي هي already ad assist اللي موجودة هنا وموجودة هنا هدي حصل له عملية ازالة وعملية sheet duplication هتعرضه مرة واحدة تعرض الاستعلمين طعم بس بعد ازالة التقرار اللي ما بينه لو جينا هنا عملنا run برضا كلمة union مش سريمة union لو جينا هنا عملنا run بالفعل الموظف رقمتين اتعرض له كم بيان بيانين الوظيفة اللي هي ad assist و adc account نفس الموضوع الموظف 176 اتعرض له بيانين الموظف رقمية واحد اتعرض له تلت بيانات بس ما فيش اي تكرار فيهم زي ما احنا شايفين طيب بصوا ماذا لو احنا استخدمنا دلوقتي union all جينا حين عملنا run اللي استعلم هتلاقي ان الموظف رقم متين ده موجود له تلت نتائج الموظف رقم مية ستة وسبعين موجود له تلت نتائج تعال كده نشوف نعمل run بصوا زي ما انتشايفين كده تعال نقول له هنا order buy order buy واحد هو اريد اعمل order buy انا دي بعمل order buy لا مش هعمل order buy لو جينا عملنا run للاستعلم بيقول لي لأ انت كده عندك مشكلة اللي هي عملية order buy زي ما احنا شايفين order buy بتكون في اخر الجملة زي بالشكل اللي احنا عاملين بها مش كل استعلم النوم على حاجة هم فا اخر حاجة في الاستعلم التاني فالمرة دي بالفعل طلعنا النتائج هم مترتبة بيقول لي والله اه الموظف رقم متين ليه تلت وظايف رقم انهو في Duplication هم ممت شاهوين ال ا 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 scraent و ا ا ا ا ا ا ا Access laptop CP لا مش يبقى في عملية الايه التكرار يبقى Union All بتعمل عملية Union الأول بتعمل عملية جمع ما بين الاستعلمين بس After Limit أو بعدها مخصف التقرار Union All بتجمع الاستعلمين بما فيهم البيانات المتقررة يعني بتجيب نتائج الاستعلمين مع بعضه خلص يعني بتعملش أي بروسس ما بينه طيب عندي بقى معامل اسمه Intersect ايه فكرة Intersect مش أنا عندي الموظف رقم 200 ده في تقاطع ما بينه يعني تقاطع ما بينه في الاستعلم الأول والاستعلم الثاني اللي هي اسم الوظيفة اللي اسمها AD Assist ونفس الفكرة الموظف رقم 176 موجود SR في الاستعلمين آه طبعا أنا عايزة جيب التقاطع بس بتاع الاستعلمين يعني مش عايزة جيب الايه بقية البيانات هو يعني خلينا كده نمثلها أفضل يعني اللي في المتارية الموجودة دي كده Intersect التقاطع ما بين الاستعلمين السجل المشترك ما بين الاستعلمين دول ما هو بعض دي كده فكرة الانترسكت تعال كده نقوله المرة دي بدل آه يونين يونين قول نقوله Intersect وتعال كده نعمل Run بصوا جاب لي التقاطع ما بين الاستعلمين التقاطع ما بين الاستعلمين إن الموظف رقم 176 موجود هنا SA Rep وموجود هنا SA Rep فعرض التقاطع بس ما بين الاستعلمين اللي هو Intersect ونفس الموضوع الموظف رقم 200 قال لي إن هو AD Assist في الاستعلمين فجاب لي التقاطع ما بين الاستعلمين طيب تعالا نجيب حاجة اسمها Minus A Minus D Minus D بتجيب لي بتعمل عملية طرح أو عملية كده Subtract ما بين الاستعلم الحاجة اللي موجودة في الاستعلم الأول ومش موجود ليها شبيه ليها في الاستعلم التاني يعني عايز أقول إيه يعني إنت هنا عندك في الاستعلم الأول تعال كده نخلينا في l'Intersect l'Intersect ما بين الاستعلمين دول المشترك ما بين two tables المشترك ما بين two tables هم مثلا التلات موظفين دول الموظف رقمية واحد والموظف رقم متين والموظف رقم مية ستة وسبعين. تعم? اه لا هو حاليا الموظف مية ستة وسبعين والموظف رقم متين. تعال كده نشيل الوير دي خالص. نجيد كده التقاطع ما بين التو تيبلز على بعضهم من غير عملية اه وير كونديشن. بصوا الانترسكت ما بين آآ التو تيبلز دول هم تو فيلد. طب انا عندي كم موظف? عندي مية وسبعة موظف. طب تعال كده نقول له مينس. اهو. تعال نقول له مينس. البيان اللي موجود هنا ومفيش ليه مقابل ليه الناحية التانية. تعم? هو ايه? كل حاجة مع عدل الاتنين دول. اللي هو مية ستة وسبعين ورقم متين. تعال كده نعمل ران. نقول له مينس ونقول له ران. وتعال كده نعمل رو كاونت. جاب لي مية وخمسة. طب الاتنين دول راحوا فين? الاتنين موظفين اللي هو مية ستة سبعين ورقم متين راحوا فين? لقيت شالوا. ليه شالوا? لان هم ليهم بيان مشرقين في الاستعلمين. تعم? فانا لو عايز اجيب الموظف اللي مالوش هستوري. تعم? او عانيش بيان موجود في الهستوري. فكدت هقدر عمل ايه? استخدم مينوس. بصوا بالفعل حتى احنا عاملين اردو رقم واحد. هنمشي كده مع الارقام. وتعالوا على الموظف رقم متين. ندل تحت شوية سريعا كده. بصوا. يجيلي هنا مية تسعة وتسحين وبعد كده متين واحد اردو ميتين فين? لقيت شادة. طعم? هي طبعا انتشال في الاستعلام ما تفتكرش انها تحزف اوكي. فدي فكرة الشابتر بشكل بسيط قوي. اه الاربع يونيون يونيون اول انترسيكت مينوس. في بعض الجايدلاينز كده اللي انت لازم تكون عارفها عملية الماتشينج. لازم تكون اواخد بلك منها كويس جدا. الماتشينج في السيليكت السيجمينت. طيب. رولز لازم تعرفها عشان وانت بتستخدم فكرة اليونيون او اليونيون اول او الانترسيكتة او المينوس. تعالى كده نخليها يونيون. وانت تستخدم اليونيون وال والانترسيكتة والمينوس تكون اواخد بلك مرور واضحة جدا. اللي هي ايه? اللي انا لازم يكون عدد الكولام اللي انت موجودة في الاستعلام الاول. بتماتش مع عدد الكولام اللي في استعلام التاني. يعني ايه? يعني انا هنا استعلمت عن كم كولام? واحد اتنين. يبقى الاستعلم التاني يجب ان يكون فيه اتنين كولام بس. طب يعني لو انت عايز تقول لي هنا ان انا كمان هجيب هنا كمه. الساناري. بصوا كده لما اجعل الروم يبقى انا كده خلفت الرول ايه هي الرول؟ لان هنا فيه تلاتة كلم وتحت فيه اتين كلم طب صحيتها هعمل ايه؟ يعني صحيتها الموضوع بسيط جدا يا جماعة بنا تحايل او بنعمل زي الراوند كده ممكن اقول له كمع سفر مش الصفر ده كده انا نسلكت تلاتة تلاتة كلم او إكسبريشن والرول التاني انه هما لازم يكونوا نفس الاتطيب يعني هنا مثلا الكلام الاول ده نمبر لازم يكون ده نمبر ده تيكس تيبقى لازم يكون ده تيكس ده ديت تيبقى لازم يكون ده ديت تعام؟ طيب بص لما اجعل الروم المراني ما فيش اي ارور طالع بس طلع صفر طب انت مش عايز تطلع صفر فاكر بقى الكونفرشن اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده اقدر اقول له هنا to underscore number ونل يعني حولي النل للنمبر يعني بحيث ان هي تكون بتناتش ده تطيب نمبر بصوا هنا نل زي ما احنا شايفين ما فيش صفر وما فيش اي حاجة او حتى هو الصفر اعتقد معبر اوي ان هو في الوظيفة دي يعني ما كانش موجود له في هنا اه يعني السدر بتاعته كانت مجهولة فدي طريقة ودي اه طريقة انت استعلم المريحي طب ماذا لو انت حبيت هنا تجيب مثلا ال end date بصوا نجوب history end date اهو لو جيت هنا عملت run ما هيطلع فيه error طب ليه error لان انت عندك عندك فيه كل امرابع هنا date وهنا ما فيش فيه كل امرابع اسمه date خلفت كده الشرط فقروا طب اعمل ايه تتحيل على الموضوع ازاي تجي كده تقول لي والله to date to underscore date والنل كده لو عملنا run الاستعلامي وانا كده عملت الماتشنج ما بيني الاثنين والنتجة طلعت ايه سليم دي فكرة عملية الماتشنج ما بين الجمل اللي استعلامت زي ما احنا مشايفين كده مع بعض طبعا عبارة order boy لازم تكون موجودة في اي حد جملة في الاستعلامين تماما اه اوكي طيب ده المثال اللي احنا كنا عاملينه وطبقنا فيه نفس الرول بالمناسبة وانتروا هنا select the id والlost name والsalary وجبت كمان في نفس الاستعلام الcount والsum of salary طب استخدمت التو تشار دي ليه علشان خاطر هنا عندي فيه lost name وانا ما عنديش حاجة في الاستعلام التاني بتعبر عن عن فاستخدمت التو تشار الناصر وشوفنا طبعا النتيجة مع بعض طبعا اه لو انت حابب تحط اي كاركتر مش ضغل يعني زي ما احنا ما استخدمنا من السلري تحتها صفر اقدر اعمل الكلام ده بردك هو نفس المثال بس استخدمت هنا كلمة total زي كده استخدمت هنا الحاجة اللي بتماتش مع الكاركتر فوق expression character كلمة total ده بجيني هنا اعمل نرى الاستعلام بالفعل تلاعي النتيجة لما انزل تحت خالص هلاقي 107 وهنا total وهنا بيقول لي ايه ده sum of sales اه دي بشكل بسيط قوي فكرة العملية الاستعلام باستخدام الاربع operator union union all intercept شابتر بسيط وهو الشابتر ينتهى على كده ناخدناه في فيديو واحد وان شاء الله الشابتر الجاي هتلاقيها ابسط وابسط وكلام كله فيها يكون سهل جدا ومشل ان شاء الله سلام عليكم احضر جدا شكرا